الشهداء في كل مكان محمد الطيف كان مدير مدرسة وعبد العزيز الكفارنة نائب رئيس بلدية بيت حنون ويوسف كحلوت أستاذ جامعة إيهاب الجعبرة موظف بالكتاع العام ما بيدعم الفصائل الفلسطينية ومؤمن حبيب معارض لحماس تحجز جيش الاحتلال بنشاط عسكري ليرتكب ثالث أفزع مجزرة من أول حرب بعد مجزرة المعمداني ومواصي خان يونس هذه المجزرة استهدفت إسرائيل المصلين على الفجر وتقصدت قتل كل حدا كان متواجد بالمصلة اختارت إسرائيل مدرسة بنية دايقة وأديمة لتسبب أكبر حجم ممكن من الضرر صاروخين حربيين وصاروخ استطلاع أدى إلى قتل 90% من كل من تواجد في هذا المكان غير أن المدرسة مستحيل استخدامها كموقع عسكري باعتبار أن غرفة صغيرة ومكشوفة استصعب الصحفيين توسيء المجزرة المشهد لا يوصف هنا المشهد لا يوصف أشلاء ممزقة بس رجعوا على موقع الجريمة لنقل حجم الكارثة في اليوم التالي لمجزرة التابعين عدنا إلى هذا المكان هنا فقدت صوتي واستصعب الدفاع المدني إسعاف المصابين وانتشال الجسس أو حتى العصور على جسس كاملة واستصعب الناجين أنه يتعرفوا على ضحاياهم ورجعوا مع كياس أشلاء فقرر الأطباء وإدارة المستشفى بجمع هذه الأشلاء بشكل كامل ومن ثم تقسيمها في أكياس وفي كل كيس وضع قرابة السبعين كيلو من هذه الأشلاء أخلى مئات الناس حين المدرسة بعد المجزرة بس اضطار عدد كبير منهم يرجع لأنه إسرائيل ما خلت لهم محل تاني ينزحوا عليه غير ما وقع المجزرة ترجمة نانسي قنقر